اشتركوا في القناة وأن يزيدنا علما إنه هو العليم الحكيم قال المصنف رحمه الله تعالى فيما بوب له الإمام النوبي رحمه الله تعالى بقوله باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكري بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عي بن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبر رضي الله عنه قال قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهاد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله الحجاب قال حدثنا ابن أبي عمراء قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا ابن إسحق حاء وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا ابن إسحق عن يحيى ابن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكه قال وحدثنا أميت بن بستام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روحه بن قاسم عن إسماعيل ابن أمية عن يحيى ابن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا هم أطاعوا بها فخذ منهم وتوقك رائما أموالهم هذا الحديث وهو حديث معاذ إبي جبر رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعثه إلى اليمن أورد المصنف له هنا ثلاث طرق أو ثلاث طرق الطريق الأول قال فيه حدثنا أبو بكر وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع ثم قال قال أبو بكر أي أن شيوخ الإيمان المسلم رحمه الله في هذا الحديث ثلاثة وهم أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم هؤلاء الشيوخ في هذا الحديث ثم قال الإيمان المسلم قال أبو بكر يعني أن اللفظة لأبي بكر بن أبي شيبة أن اللفظة الذي سيسوقه هو لأبي بكر بن أبي شيبة وأحيانا الإمام مسلم يقول وحدثني فلان وفلان واللفظ له فإذا حدث عن ثلاثة من الشيخ ثم قال بعد ذلك قال أبو بكر فيكسد أن اللفظ لأحد هؤلاء الثلاثة فهنا يسوق الإمام مسلم لفظ شيخه أبي بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن الصيف عن أبي معبد وأبو معبد هذا اسمه نافذ أبو معبد اسمه نافذ وهو مولى لابن عباس رضي الله عنهما نافذ مولى ابن عباس رضي الله عنهما وكان من أصدق موالي ابن عباس رضي الله عنهما فهو يروي هذا الحديث عن مولاه ابن عباس عن ابن عباس عن معاذ بن جبل عن ابن عباس عن معاذ بن جبل ثم قال أبو بكر ربما قال وكيع ووكيع هذا هو شيخ أبي بكر بن أبي شيبة وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال أن معاذا قال في هذا الطريق الحديث من مسند معاذ ابن جبل رضي الله عنهما في هذا الطريق الحديث من مسند معاذ فإن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه عن معاذ قال عن ابن عباس عن معاذ ابن جبل عن معاذ ابن جبل فيكون هذا الحديث من مسند معاذ ابن جبل رضي الله عنهم جميعا في الطريق الثاني والثالثة الحديث من مسند ابن عباس في الطريق الثاني قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا فهو من مسند ابن عباس وكذلك بالطريق الثالث قال عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا فهو من مسند ابن عباس إذن عندنا في هذا الحديث ثلاثة طرق أو لهذا الحديث ثلاثة طرق الطريق الأول الطريق الأول بالمسند معاذ بن جبل فإن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه عن معاذ بن جبل وفي الطريق الثاني والثالث من مسند ابن عباس رضي الله عنهما وهنا يعني فيه إشكال كيف نجمع كيف نجمع بين هذه الطرق الطريق الأول يرويه ابن عباس من حديث معاذ وجعله من مسند معاذ ابن جبل وأما الطريق الثاني والثالث فهي من مسند ابن عباس رضي الله عنهما فالجواب عن هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما سمع الحديث من معاذ سمع الحديث من معاذ فتارة يحدث به عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما وتارة يسقط معاذ بن جبل ويحدث به هو نفسه يحدث به نفسه وعلى هذا فيكون عندما يحدث ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل فهو موصول فهو موصول وعندما يحدث به ويجعله من مسنده ولا يقول عن معاذ بن جبل وإنما يقول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ويجعله من مسنده هو يعني هو الذي كان هو الذي حضر القصة فيجعله من مسنده ويحذف معاذ بن جبل صاحب القصة وصاحب الحديث فهذا يسمى مرسل صحابي ومرسل الصحابي هذا حجة بالإجماع ولم يقال في ذلك إلا أبا إسحاق الإسفرايني إلا أبا إسحاق الإسفرايني فإنه لا يحتج بـ مرسل الصحابي فمرسل الصحابي يحتج به مرسل الصحابي محتج به فعلى كل الطريق الأول يكون موصولا وابن عباس رضي الله عنهما ذكر فيه معاذ بن جبل يحدث بها عن معاذ بن جبل ويكون موصولا وأما الطريق الثاني والثالث فإن ابن عباس رضي الله عنهما أسقط في ابن معاذ من جبل ويحدث به عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه الذي حضر القصة فيقول لما بعث معاذ إلى اليمن ويكون من مرسل الصحابي ومرسل الصحابي كما هو معلوم حجة عند الجمهور هنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى من دقة من دقته واحتياطه وتحقيقه نجد أنه في الرواية الأولى قال عن معاذ ابن جبل قال عن ابن عباس عن معاذ بن جبل يعني رواه بصيغة العنعنة وفي السياق الثاني قال ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني فمن دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى واحتياطه وتحقيقه وتدقيقه أنه ذكر اللفظين ذكره بالعنعنة وذكره بأن مؤنن ومعنعن مؤنن ومعنعن فالطريقة الأولى قال عن ابن عباس عن معاذ بن جبل ثم ساقه وقال ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال أن معاذا قال فهل هناك فرق بين الحديث المؤنن والحديث المعنعن الجمهور الحديث المؤنن والمعنعن محمولة على الاتصال عند جمهور المحدثين أن كعن عند الجمهور أن كعن فهي محمولة على الاتصال إلا إذا كان الرائع مدلسا فإنه لابد من التصريح بالسماء إلا إذا كان مدلسا فإنه لابد أن يصرح بالسماء وأما إذا كان هذا الرائع غير مدلس وروى الحديث بأن أو بعن فهي محمولة على الاتصال ولا فرق بين أن وبين عن عند جمهور المحدثين فكلاها محمولة على الاتصال إلا إذا كان هذا الرائع موصوم قد يصم بالتدليس فإنه لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماء فعند الجمهور لا فرق بين أن وعن فكلها تحمل على الاتصال وبعضهم يفرق بين أن وعن فعن محمولة على الاتصال وأن محمولة على الانقطاع والصحيح هو ما عليه الجمهور وهو أن وعن عند الجمهور كلها محمولة على الاتصال فإذا كان الرائع غير مدلس وروى الحديث بالعنعنة أو بأن مؤننا فإن روايته محمولة على الاتصال وهي رواية مقبولة أما إذا كان مدلس فلابد أن يصرح بالسماء أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الطريق لم يذكر إلى أين بعث يعني المبعوث إليه غير موجود قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تاتي قوم أهل الكتاب ففي هذه الطريق لم يذكر أو لم يذكر المبعوث إليهم لكن في الطريق الثانية في الطريق الثانية قال لما بعث معاذا إلى اليمن وكذلك في الطريق الثالثة في الطريق الثالثة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فالمبعوث إليهم هم أهل اليمن وقد ذكروا فيه الطريق الثاني والطريق الثالثة وأما في الطريق الأولى أما في الطريق الأولى فهو غير موجود من بعث إليهم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى أين يعني إلى اليمن كما وضعتها الطريق الثاني والثالثة ومعاذ رضي الله عنه معاذ بجبر رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كان شابا كان شابا وبعثه قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم ولعله في سنة العاشرة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن ثم رجع في خلافة أبي بكر الصدق رضي الله عنه ثم بعد ذلك خرج إلى الشام وتوفي بالشام بالطاعون وعمره أربعة وثلاثون عاما رضي الله عنه وأرضاه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب إنك تأتي قوما من أهل الكتاب وهنا بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين ستذهب إليهم عندهم أو معهم قوم هم أهل الكتاب وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم المعاذ من أجل أن يستعد لهم من أجل أن يستعد لهم ولدعوتهم ولمناقشتهم وللجدار معهم قد يحتاجون إلى تعليم وإلى مجادلة وإلى جدال وإلى نقاش فلابد أن يستعد لهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتبه انتبه واخذ واستعد لدعوتهم ولتعليمهم فإنهم أهل الكتاب يعني عندهم كتاب وهم اليهود والنصارى يعني حثوا على الاجتهاد وعلى الاستعداد لعلى إلى دعوتهم ولتعليمهم ثم قال فدعهم إلى شهاية أن لا إله إلا الله أني رسول الله وهذا هو المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله عز وجل وهي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم كلهم يدعون قومهم إلى عبادة الله عز وجل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى أن نعبد الله ولا تشرك به شيئا هذه دعوة الأنبياء وهذا هو المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنك تبدأ بالأهم فالأهم وهكذا والذي بعده فهنا قال فدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله يعني إلى الدخول في الإسلام ولا يدخل الإنسان الإسلام إلا بالتلفظ بالشهادتين بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يعني أن يؤمن بالله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق وأن العبادة لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى وكذلك يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال فدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن يرسول الله فهؤلاء أول ما يبدأ وهؤلاء كفار فلا يمكن أن يدعوهم مثلا إلى الصلاة ويقول لهم صلوا وهو لم يدعوهم إلى الإسلام ولم يدخلوا إلى الإسلام وإنما يدعوهم إلى التوحيد إلى الإسلام إلى الدخول في الإسلام إلى توحيد الله إلى عباية الله عز وجل إلى الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فادعهم إلى شهاية أن لا إله الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة إذن بدأ بالتوحيد بعباية الله عز وجل فإنهم أسلموا وأطاعوا وانقادوا ودخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله حينها أعلمهم وأخبرهم وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وهي صلوات المعروف الفجر والظهر والعاصر والمغرب والعشاء هذه خمس صلوات في اليوم والليلة ثم قال فإنهم أطاعوا لذلك يعني دخلوا في الإسلام وأطاعوه كذلك في الصلاة التي افترضها الله عز وجل عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أخبرهم أن الله سبحانه وتعالى قد افترض عليهم صدقة والمراد بالصدقة هنا هي الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الركن الأول شهادة لا إله الله وأن محمد رسول الله الركن الثاني قاموا الصلاة الركن الثالث تاء الزكاة قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة والصدقة هنا هي الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكن الآية تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم يعني أن الأغنياء تؤخذ منهم الزكاة ثم تعطى للفقراء تؤخذ الزكاة من الأغنياء وترد على الفقراء وتعطى الفقراء قال فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم إياك وكرائم أموالهم إياك هنا للتحذير يعني احذر احذر كرائم الأموال والكرائم جمع الكرائم جمع والمفرد منه كريمة والمراد بالكرائم يعني هي الجامعة للكمال هي ليست تجمع الكمال يعني تكون غزيرة اللبن يعني لبنها كثير وصورتها جميلة ولحمها كثير وصوفها كذلك كثير يعني فيها جمال المنظر جمال الصورة جمال الشكل كثيراً كثيراً الصوف الذي فيها وفرة اللحم وغزارة اللبن هذه هي الكاملة فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الساعي ويحذر معاذي بن جبل أن يأخذ هذه الكريمة الكرائم وكذلك في المقابل الساعي لا ينبغي له أن يأخذ الذي فيه عيب أو الذي فيه مرض أو الذي فيه عجز وإنما يأخذ من الوسط يأخذ من الوسط فلا يظلم الفقير من أجل الغني ولا يظلم الغني ويأخذ كرائم ماله من أجل الفقير وإنما يأخذ الوسط يأخذ الوسط من ذلك ثم فقال إياك وكرائم أموالهم لأن هذا يعتبر ظلم لأن الإنسان إذا أخذ إذا أخذ كرائم الأموال الأفضل النفيس من الأموال من أجل أن يعطيه للفقراء فقد ظلم فقد ظلم الغني وقال إياك يعني احذر وكرائم أموالهم ثم قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أي أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يعني أنها مسموعة لا ترد دعوة المظلوم مسموعة لا ترد ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم وحرم الظلم حرم الله عز وجل الظلم على نفسه كما في الحيث القدسي أن الله عز وجل قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظالموا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يعني لا يظلم بعضكم بعضا لا يظلم بعضكم بعضا فالله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده سبحانه وتعالى فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكرأم أموالهم واتق دعوة المظلوم يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقايا وذلك بأن لا تظلم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب يعني بمعنى أن دعوة المظلوم مستجابة أن دعوة المظلوم مسموعة لا تراد في هذا الحديث في هذا الحديث قال المصنف وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به طبعا الحديث عندنا أقسام أو على ثلاث أقسام القسم الأول وهو الحديث المتواتر والقسم الثاني وهو الحديث المشهور والقسم الثالث وهو الحديث الأحد حديث الأحد والمتواتر وما رواه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطئهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس هذا هو المتواتر والأحيث المتواتر قليلة القسم الثاني الحديث المشهور وهو ما رواه إثنان فأكثر ولم يمر حد التواتر والحديث الأحد هو ما رواه شخص واحد هذا هو حديث الأحد ولو في طبقة واحدة رواه شخص واحد فإنه اعتبر حديث أحد واعتبر حديث غريب واعتبروا ويعتبروا غريب فالغريب هو ما رواه واحد فهو حديث أحد وأحاديث الأحد كثيرة أحاديث الأحد أحاديث الأحد كثيرة وهي منها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع لكن كما قال نصنف هنا قبول خبر الواحد يعني أن حديث الواحد وهو الأحد إذا صح فإنه يؤخذ به ويقبل في الأحكام وفي العقائد وفي الآداب والفضائب يعني أحاديث الأحادي إذا صحت فإنه نعمل بها يجب العمل بها يجب العمل بأحاديث الأحاد قال المصنف وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به فيعمل بخبر الأحاد إذا صح يعمل به يؤخذ منه الأحكام والعقائد وكذلك من باب أولى الأداب والفضائل قالوا في الحديث أيضا أن الوترة ليس بواجب كذلك الوتر ليس بواجب خلافا وهذا على مذهب الجمهور خلافا للأحناف الوتر ليس بواجب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا يعني في آخر حياته قبل وفاته وقد أمر بالوتر وعمل بالوتر ويصلون الوترة فقاله أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة أعلمهم أن الله افترض يعني أوجب عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فالواجب فقط هي الصلاة فقال الحديث هذا يدل أو يؤخذ منه على أن الوترة ليس بواجب وكذلك يؤخذ منه أن صلاة العيد وصلاة الكسوف ليست واجب ليست كذلك واجب لهذا الحديث كذلك يؤخذ من هذا الحديث أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال يعني قبل أن يقاتلهم يدعوهم إلى التوحيد إلى توحيد الله وإلى عباية الله سبحانه وتعالى إلى التوحيد وكذلك أنه لا يحكم بإسلام الإنسان إلا إذا تلفظ بالشهادتين إلا إذا تلفظ ونطق بالشهادتين وفي الحديث أيضا أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة وكذلك في الحديث أيضا فيه بيان عظم تحريم الظلم فإن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وقال لا تظالموا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت أبينكم محرما فلا تظلم ففي هذا الحديث قال إياك وكرائما أموالهم إياك يعني احذر أن تظلم الأغنياء فتأخذ كرائما وأنفاس أموالهم وأعظم أموالهم وأفضل أموالهم فإن هذا ظلم ثم بيّن نبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب قال وفيه بيان عظم تحريم الظلم ويأخذ من الحديث أن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله عز وجل كما هنا قال إياك وكرائما أموالهم فحذره من الظلم فينبغي الإمام أن يعظ أتباعه ويعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله عز وجل ويبالغ في نهيهم عن الظلم ويعرفهم قبح عاقبته وكذلك يأخذ من الحديث أنه يحرم على الساعي الذي يسعى ويجرب الزكاة من الأغنياء أن يأخذ كرائم الأموال كرائم الأموال في أداء الزكاة بل يأخذ الوسط وكذلك في المقابل يحرم على رب المال إخراج شر المال إخراج شر المال وإنما يخرج الوساط وكذلك يأخذ من الحديث أن الزكاة لا تدفع للغني ولا للكافر أن الزكاة لا تدفع لغني ولا لكافر لأنه قال أولا أدعوهم إلى الإسلام أدعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا في الإسلام أعلمهم بالصلاة فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم بالزكاة فدل على أن الزكاة لا تعطى للكفار وكذلك ولا للأغنياء لقال النبي صلى الله عليه وسلم افترض عليهم صدقا تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فالزكاة تكون للفقراء لا للأغنياء هنا في قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقا تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أخذ بعض أهل العلم وهم الشافعية مذب الشافعي على أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد على أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر قال تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فجعل الضمير في فقرائهم يعود على أغنياء البلد يعني فقراء البلد والقول الآخر وهو ما عليه الجمهور أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر عند الحاجة عند الحاجة إذا في حاجة أو في فقراء أشد خارج هذه البلد فيجوز نقل الزكاة ودفعها إلى البلد الأخرى إلى البلد الأخرى قال المصنف الإمام النوبي قال وستدل به الخطاب وسائر أصحابنا وهو شافعي رحمه الله تعالى والخطاب كذلك شافعي وسائر أصحابنا من الشافعية على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال لقول إصلاة سلم فترد في فقرائهم قال وهذا الاستدلاء ليس بظاهر وهذا مما يدل على أن الإمام النووي رحمه الله مجتهد وليس متعصبا لمذهب مع أنه شافعي على مذهب الشافعية وهو شافعي المذهب ومع ذلك ليس متعصبا وإنما هو مع الدليل ومع ما يظهر له فقال وسائر أصحابنا أي من الشافعية على أن الزكاة لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد المال لا يجوز نقلها عن بلد المال ثم قال وهذا الاستدلاء ليس بظاهر لماذا؟ قال لأن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء تلك البلدة والناحية وهذا الاحتمال أظهر أي أن احتمال أن يكون الضمير لفقرائهم أي فقراء المسلمين ليس فقراء ليس فقراء هذه البلدة وإنما لفقراء المسلمين لفقرائهم عن فقراء المسلمين فهذه المسألة وهي مسألة هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر على قولين والراجح نعم الراجح من القولين أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر عند الحاجة مسألة أخرى كذلك وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا قال المصنف هنا واستدل به بعضهم أي بالحديث على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها لكونه صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم طبعا هذه المسألة وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا إيش معنى مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى أنهم كفار ما دخلوا في الإسلام هل مخاطبون بالصلاة والصيام والزكاة بالفروع أم لا اختلف العلماء على ثلاث أقوال القول أول وهو الذي عليه الأكثرون وعليه المحققون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيزيد في عذابهم يوم القيامة سيزيد في عذابهم يوم القيامة بيسوي بترقهم لفروع الشريعة هذا معنى إذن هذا هو القول الأول وهو القول الراجح والذي عليه الأكثرون والمحققون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة القول الثاني أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة لا بالمأمورات ولا بالمنهيات أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة لا بالمأمورات ولا بالمنهيات القول الثالث فصل بين المنهيات والمأمورات فقال هم مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات قال هم مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات إذن هذه ثلاث أقوال في هذه المسألة وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا القول الأول وهو الذي عليه الأكثرون المحققون أنهم مخاطبون بفروعها والقول الثاني أنهم ليسوا مخاطبين لا بالمأمورات ولا بالمنهيات والقول الثالث فرقوا بين المأمورات والمنهيات فقالوا أنهم مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات الطريق الثاني قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشري بن السري قال حدثنا زكريا حال التحريب من سنة إلى آخر قال وحدثنا عبد بن حميد وهو الإمام المشهور المعروف قال حدثنا أبو عاصم وهو النبي للضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد وهو نافذ مولى بن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا الحديث أورده المصنف من مسند ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذن اليوم فقال إنك ستأتي قون مثل حديث وكيع يعني ساقه كالحديث الأول حديث وكيع الطريقة الثالث وهو الأخير بهذا الباب قال المصنف حدثنا أميها بن بستام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم حدثنا روح وهو ابن القاسم وكلمة وهو ابن القاسم هذا من الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهذا يدل على على دقته في الألفاظ وعلى تحريه والإمام البخاري والإمام البخاري يقول هذا فلان يعني هو فلان والإمام مسلم يقول وهو وهو فلان وهو من القاسم كما هنا قال حدثنا روح وهو ابن القاسم وهذا في الغالب وهذا في الغالب عن إسماعي بن أمية عن يحي بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذي اليمن قال إنك تقدم أن إنك تقدم إلى قوم إنك تقدم إلى قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فليكن أولا أولا هذا خبر كان مقدم و اسمها عبادة الله مؤخر فليكن أولا ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم فإذا عرفوا الله هنا قال شهاية لا إله الله وأني رسول الله هنا قال أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل والعبادة الله يتوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى قال فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة زكاة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا هم أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم يعني كما في الحديث السابق إياك وكرائم إياك وكرائم أموالهم وبهذا يكون انتهينا من هذا الحديث حديث معاذ ابن جبر رضي الله عنه بطرقه الثلاثة وما هي إلا يعني دقائق وتغرب شمس آخر يوم من شهر رمضان المبارك والحمد لله على التمام والحمد لله الذي أحيانا إلى أن وفقنا لصيام شهر رمضان ونسأله سبحانه وتعالى كما وفقنا للصيام والقيام نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال وبغروب هذا الشمس هناك سنة وقد هجرها كثير من الناس وهي التكبير وهي التكبير فإنه يبدأ التكبير من بعد غروب شمس هذا اليوم إلى وقت صلاة العيد إلى أن يبدأ الإمام يصلي فينقطع التكبير فينبغي ويسندي الإنسان أن يكبر ويرفع صوته بالتكبير في بيته وفي طريقه وفي سوقه وفي المسجد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيكبر الإنسان ويلهج بهذا الذكر وبهذا التكبير الله عزيز يقول وليكمل عدة ولتكمل عدة ولتكبر الله ولتكمل عدة ولتكبر الله فنكبر الله سبحانه وتعالى بعد غروب هذا الشمس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاصة في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر